السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في درس جديد. اليوم رح نعرف ليش مهم جدا في الامسات اللغة الانجليزية ان الانسان يكون متمكن من parts of speech. في سببين مهمين. الاول ان 11 جملة في sentence builder في القسم الاخير من الامتحان بتكون على parts of speech. وكذلك الاربع تدريبات اللي هي ملء الفراغات. يعني تقريبا 25% من قواعد الامسات راح تكون مبنية على parts of speech. احنا في اللغة العربية في الفية ابن مالك يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. اذا في اللغة العربية اقسام الكلام هي ثلاثة فقط. يا اما اسم او فعل او حرف. لكن اللغة الانجليزية يقسمها الى ثمانية. اليوم نشوف الأقسام بالتفصيل. وسوي تدريبات. وكيف تجي في امتحان الامسات. لان هذا اهم شيء بالنسبه لنا. الاقسام الثمانية هي. ناونز. ذوربس. ادجيكتبز. ادوربز. ادوربز. ويويد. معلنا في اسماءه. لكن اهم شيء منها هي الأربع. الخمسة الاولى. لان هي اللي راح تفيدنا كثير في الامتحان. نجي نجي للناونس الناونس تكون أربعة أشياء هي أما people, places, things or ideas وهذه الأمثلة بالعربي لشرحها طيب من حيث people بتكون أسماء مثلا أحمد هاجر أو places دبي بغداد إلى آخره الآن نجي للتفاصيل بتاع الناونس ما هي بها البساطة هي النونس فيها تقسيمات ودروس كثيرة جدا عشان ميز بينها منها الـ proper nouns اللي هي الأسماء البشر common nouns مثل apple, bread, cat, dog إلى آخره وcollective الجماعية bunch of مجموعات ومنها الـ compound ومنها الأفكار إلى آخره طيب نجي للأفعال هاي أبسطها طبعا ما تحتاج شرح هي أفعال ولكن كذلك الأفعال عالم ثاني لما تتعمق فيها تلقى أفعال متعدية أفعال لازمة في الأزمنة إلى آخره نجي للصفات الـ adjectives cold, expensive good هاي ثلاثة أنواع من الـ adjectives النوع الأول هذا بسميه short adjectives ولها حكمها الخاص وقوانينها expensive هذا طويل long adjective نسميه لأنه فيه تقسيمات كثيرة expensive ثلاث تقسيمات three syllables good هاي فيه خمسة أو ستة adjectives صفات في اللغة الإنجليزية مالها قاعدة ونسميها شاذة irregular adjectives لأن good لما نسويها comparative لما نسوي مقارنة تصير better وإلى آخره كمان الـ adjectives عالم بروح فيه كذا درسه في حد ذاته كيف تسوي مقارنة كيف تسوي تفضيل إلى آخره ثم عندنا الظرف الظرف هذا بيكون دائما يجاوب على سؤال كيف quickly slowly بسرعة ببطة ونفس الشيء لها عالم الخاص ولها قوانين وقواعدة أو أنواعه إلى آخره طيب نجيل الضمائر نفس الشيء في أنواع من الضمائر منها هذه ضمائر الخطاب الملكية وهذه تفاصيلها منها possessive pronoun تعال ملكية مثلا mine, yours, hers إلى آخره relative pronoun والربط مثل who, which, whose إلهي طيب نجيل البروبوسيشنز وهذه تمثل لتحدي كبير لأنها مختلفة عن اللغة العربية منها from to, in, on, at إلى آخره وهذا تفاصيلها النوع prepositions prepositions of place prepositions of time إلى آخره طيب نجي بعدها لحروف العطف اللي هي اللي تنربط بها الجمل مع بعضها مثل and, but, because وهذا تفاصيلها منها أربع أنواع كبيرة وهذه التفاصيل اللي داخلها الـ interjections وما لقيت لها ترجمة مقنعة باللغة العربية هي حروف مثل wow ouch oh يعني التعجب والتأل والألم وغيرها وهذه كلها اللي بدلها surprise pain disgust الآن مر المفيد لنا لامتحان الأمسات طيب إذا نحن عرفنا الثمانية أنواع ثمانية أقسام بتاع الكلام يسهل علينا أن نفهم الجملة تركيبتها كيف لأن جانب الاتحان الكبير هو على تركيب الجمل ناخذ مثال النوع الأول من الجمل اللي هو simple sentence الجمل البسيطة بتكون مقونا مثل هذه the dog barked هي عبارة على article اللي هو the dog اللي هو noun و barked اللي هو verb okay هذه simple sentences كلها بتكون به الشكل هذا النوع الثائع أي في الامتحان كيف راح تكون السؤال على simple sentence يقول على هالنحو هذا يعطيك كلمة barked dog و the مخربتها و انت تحطها ترتبها ترتيب الصحية في الجملة when i reached the house لما وصلت البيت the dog barked alright النوع الثاني اللي هو compound sentences في الجمل المركبة the dog barked and the cat mute هنا نفس التركيبة مثل ما تلاحظوا article اللي هو the dog اللي هو noun barked verb الضافة الجديدة هي and اللي هي conjunction و نفس الشي نعيد نفس تركيبة الجملة في الامتحان يجينا هالشكل هذا the prisoner escaped السجين حرب طيب الكلمات هذه اللي بيكون يعرف طبيعة تركيبة كل جملة هي سهل عليها ان يشبكها مثلا هنا عندنا hours police few but but captured in him the نفهم اللي كلمة شرطة هنا captured قبضت عليه few قليل ساعات إذن صال المعنى واضح عندك the prisoner escaped but the police captured him in few hours و هكذا النوع الثالثة اللي هو complex sentences الجملة المعقدة دائما تبدأ بكلمة مثل although although the dog barked the cat slept نفس الشي هنا تركيبة الجملة ما تختلف the dog barked the cat slept the dog barked يعني عنا article noun verb article noun verb وحطينا لها although في الأول النوع الأخير هو compound complex sentences مثل the dog barked loudly هنا عنا نفس الترتيب the اللي هو article dog noun barked verb loudly the adverb ضرف but اللي هي conjunction ربطنا بها الجملة but نرجع مرة ثانية it pronoun was not verb was not able verb wake up the cat the cat noun who ربط كمان who was sound asleep نعم نوم في العسل نبدأ الآن إلى ملء الفراغات في آخر شيء في امتحان الأمسات وهذا أصعب شيء فيه اللي هو ملء الفراغات ملء الفراغات يفوز فيها دائما الطالب اللي يعرف parts of speech ويعرف الفرق بين الفعل والفعل والأدجكتب والأدفار مهم جدا لتدريبات هذه مثال اسلام is a monotheistic اسلام monotheistic يعني توحيدي adjective شو رح يكون الاسلام هنا بعدها نحتاج noun ولا verb ولا adverb طبعا نحتاج noun اسلام is a monotheistic دين نحتاج دين توحيدي كلمة دين نجيب كلمة religion نحط هنا خلينا نقرأ الفقرة أول عشان يسهل لين حلها اسلام is a monotheistic that originated يعني مصدرة in the arabian peninsula في الجزيرة العربية in the seventh في السابع السابع شو رح يكون هنا بعدها نون كمان اسلام the word islam كلمة islam comes جاء رح نحتاج بعدها لا شيء هنا كلمة جاء من ولا the arabic word for submission submission هو الاستسلام والخضوع جاء من هالمعنى هذا and its followers وأتباع هذا الدين are called نسميهم رح نحتاج كمان هنا noun إذن كلها noun noun preposition اللي هي حرف جر لو انحل رح يكون اسلام is a monotheistic religion that originated in the arabian peninsula in the seventh century the word islam comes from the arabic word for submission and its followers are called Muslims شكرا ان شاء الله يكون افادكم وفتح افاق ان الواحد الحين يروح يدور على تدريبات اكثر لملء الفراغات و لل parts of speech و للعلم في قناة msat plus هناك تدريبات كثيرة جدا على ملء الفراغات منها اكثرها مش منها بس اكثرها جاءت في امتحانات سابقة فهذه تعطيك فرصة انك تتدرب اكثر واكثر موفقين ان شاء الله و الى اللقاء